السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة إبداعات نائمة لتعليم الخياطة للمبتدئات الدرس اليوم هو قاعدة عامة أو القاعدة الأساس للتفصيل جلابة أو قفطان قميس بيجامة قندرة تكشيطة كل شيء هو الدرس أساسي ومهم بثاف الفيديو الذي كان قبل كنا ندرنا الطريقة لأخذ المقاسات وقدمت لكم هذه المقاسات تقريبية تقريبا ففيديو اليوم سوف ندروا الدرس القاعدة باش منطورش نبدأوا ديريك تعال بركات الله أول خطوة هذا هو التوب عندنا مطوي على أربعة هذا هو الطرف اللي قطعنا ديال لكم فنبدأوا باش ناخدوا الدرس أول خطوة عندنا هي كنجيو من هنا كنها بطوب 1-3 سنتيمتر الآن أبطوا الثلاثة سنتيمتر يعني هذه القاعدة لا أقديد لكم ونجيو من هنا إلى هنا نقص بثمانيا وعشرين سنتيمتر وعندما أننا هبطوا الثالثة من هنا لإنها نقص بثمانيا وعشرين سنتيمتر من هنا. ونعود نجو من هنا. الى هنا غنها بالطوب ثمانية وعشرين سنتيمتر اخرى بهذه الشكل. ثمانية وعشرين سنتيمتر. وغنضروا خط ديالنا على هات الشكل هكا. هنا باش غن ناخده الكتف والعنق. هنا باش غن ناخده الصدر. وهنا غن ناخده الورك. البنات نتابهو هادو قاعدة عامة يعني كنها بالطوب ثلاثة سنتيمتر من هنا الهنا باش كنخدمه للكتف والتوق. ومن هاد الخط دي ثلاثة سنتيمتر كنها بالطوب ثمانية وعشرين سنتيمتر. والصدر كنها بالطوب ثمانية وعشرين سنتيمتر اخرى باش نوصلوا الورك. الى جينا ناخده سنتيم ونعبره من هنا الهنا اللي عند الفاخدين غن لقاو خمسين سنتيمتر. من هنا. من هذه النقطة ماشي من هذه. من هذه النقطة الهنا غن نتلقاو خمسين ستو خمسين هي تمانية وعشرين زائي تمانية وشان تتنى ستو خمسين. البراء كثيرة. نقولوا ها نبدأوا من هنا. ما غن نقول لكم هنا مفتوح وهنا مغلوق لان اللي كي حدد فيه مفتوح وفيه مغلوق هو اشنو غادي نخدمه. واش قشطة واش قمس واش قفطان واش مفتوح من الامام واش مغلق من الامام واش مغلق من الامام وهاد شي غيكون في دروس القادمة ان شاء الله. هنا فقط القاعدة. قاعدة الاساس. غنجيو اللي هنا. غنجيو التي هنا. غضي هاد ها بتم ثلاثة سنتيمتر غنجيو من هنا لنا غندخلو بتمانية سنتيمتر. ادعي هذه. هذه. هذي. هذي takim بوجد قاعدة عامة. هنا النار رحا بتم ثلاثة سنتيمتر. غنحطو نقطة. هنا coisa خدمو طوق ديال الظهر. وغنجو من هاد النقطة لهن غن ها بتمانية سنتيمتر هادي تهي قاعدة. قدمنا العنق وحبطنا الطوق الور وحبطنا امام كي نظهر لنفرض الجهة المغلوقة مثلا من هنا دخوله بثمانية سنتيمتر ومن هنا نضيفه ثلاثة سنتيمتر وعوده ان نعبره من هنا لثمانية سنتيمتر هاد ثلاثة ديالدهر ثمانية اهلية ثمانية هي القاعدة العامة اما الاختيارة كانت موضوع ايضا عشران ثمانية وثلاثة ثمانية الثلاثة 300-28 هنا سوف نعمل الكثاف هذا المضجر الثلاثة ثم ستسلطف الثلاثة 3 سم هذه قاعدة عامة جاءتنا هنا نجمعه هذا النقطة 8 و هذا النقطة الكتف زائد 1 سنتيمتر تذكروا هنا هذا الخط من الأول هذا الخط تحبط عليه الكتف وتحبط عليه تقويرات اللور هذه 3 سنتيمتر هي قاعدة عامة تطبق على كل شيء الكبير إلا على الأطفال لذلك تقويرات الكتف نحن نأخذ الكتف والسدر لدينا 27 سنقوم بـ 1 سنتيمتر من هنا كما نأخذ القياس من هنا فالسدر لدينا 27 سنقوم بـ 1 سنتيمتر 28 لنأخذ التركيز تركيز لان كل وحدة التركيز سوف نطلع خط سوف نطلع خط 28 سنتين سوف نطلع خط سوف نطلع خط سوف نطلع خط تركيز حسب رغبة السيدة البنات الصغار سوف نطلع خط السيدة والعوض والع strong السوداء فمت CAL سوف نطلع خط مثل كيف تأخذنا التركيز بهذا الشكل؟ انا لم نأخذ دائري من هذا النقطة إلى هذا النقطة من هذا النقطة إلى هذا الخط مثلا عندي خمسة تركيز نضع سنتيم هنا ونرى أين جاءتني في الخط وندخلت كثير من خط ونأخذ نطلق نقطه قليلا نقرب نصف المسافة نصف المسافة و ننضرب سوف نضع التركيز المركز نضع ثلاثين نضع ثلاثين ثلاثين زائد واحد سنتيمتر ثم سوف نضع نضع المركز و نضع المركز و نضع المركز نضيف مصطرة نضيف مصطرة نجد الطول نضيف طول نضيف طول زائد القياس لالخياطة اللي بغيت وغدينجي اجلال اخرنا غدينها لأخديك العبر ممكن تاخديه جلال شحل بغيت فيه اللي نفرض انا بغيت فيه خمسة وربعين سنتين متعلا غنجي الجلال هنا وغدينعبر خمسة وربعين سنتين فينجات قد نشوف خمسة وربعين سنتين فينجات وغدينحط نقطة وغدينجي لهاد الخط هنا وغدينشرك هذا مع هادة بهذا الشكل هكذا نحصل على الفصالة القميص هذه هي القاعدة الأساس هنا سوف نضيف جوج لمسات من اللباس أو الفصالة العصرية جوج لمسات فقط سوف نضيفهم هنا أولا هذا التركيز سوف نهبطوني حتى نحصل نصف المسافة سوف نضيفه نصف المسافة وستضربه وكأن هذه نصف المسافة سوف نضيفه سوف ننطر ب Liban سوف نديد من المسافة أدخل بجوز سنتيمتر ودخل بجوز سنتيمتر أدخل بجوز سنتيمتر سوف نضيفه نضيفه هذا الظهر الخلف وهذا الأمام الأمام هنا ممكن تعبريه أنا أدري أن أقول لك بالعبار يعني في حالة لم أعبرت ستأتي هنا و ستدخلي بجو سنتيمتر وتضع نقطة وتدخلي هذا في الأمام فقط يعني في ديال القدام ديال الدرق سيكون هابط نيشان من نوع الدخلي هو أصلا مفروض تأخذ العبار بحال هكذا ستأخذ العبار من هنا من تحت العبار وهي يكون ضيق يعني بالضبط ستأخذ العبار ستقسمها على جوجه غالباً ستأخذ العبار 17 لتصغير 18 لتل 21 لتل 21 يعني غالباً أما إذا لم أخذتها ستأخذ العبار ستأخذ العبار ستأخذ العبار ستأخذ العبار ستأخذ العبار ستأخذ العبار من العصرية كما تدخلوا لمسات عصرية هذا الحزام لم أخدمت لكم لأنه لباس تقليدي هذا هو الدرس للأساس أما الحزام هذه الدخلة اللي تكون هنا هي لمسة عصرية تذكروا لمسة عصرية وما كندروها لكل شيء النساء الكبار وما كندروها لهم نجاة نهائياً نساء الكبار كندروه صدر الويرك والطول وكندروه الخطة بحالة هكذا النساء الكبار وكندروه الخطة بحالة وكندروه الخطة بحالة لمسة عصرية لمسة عصرية لمسة عصرية لمسة عصرية علو الظهر علو الظهر دائماً يكون ما بين 40 و 42 من أعلى نقطة السيدة عندها تحزيمها هكذا نقوم بحالة ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سم جمتين وكما كانت حسابة ثلاثة سنتيمتر فاشنو غدين نقوم بحالة باون المونه غدين تلاثة سنتيمتر وذلك عصر سنتيمتر غدين خطي من هنا لن هنا عشرة سنتيمتر إذا حسبنا من هنا الهنار ستجينا 41 و أصلاً علو الظهر عندنا دائماً ما بين 40 و 42 تهذا 44 على حسب سيدرة كانت طويلة بزر تذكري هنا ثلاثة و من ثلاثة سنهبطو بـ 28 و من نقطة ديال 28 سنهبطو بـ 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر من هنا الهنار ما سنهبطو؟ سنخذ الحزام عندنا 25 زائد 1 سنتيمتر سنجينا مثلاً هنا ماذا سنفعل؟ سنجيب خط من صدر الهادي و من هذه النقطة للورك بهذا الشكل و يفترض أنها تكون شوية مقوسة بالنسبة لهذا الدخل هنا في حالتي لقد نسيت لماذا سنجيه لماذا سنجيه لسيدي في حزام في الحزام فهل ماذا سنجيه لقد نسيت لقد نسيت لقد دخلت نحن نضيف مالية نحن نضيف الدخلة نحن نستطيع قليلا قليلا نضيف الدخلة نضيف الدخل فالكمب ستين ستين وعندنا فالقم ستين وعندنا فالطول ستين وعندنا فالكمب فالكمب كمب ستين نفهم فالكمب طول زائد الخياطة طول مثلا إذا كنت تدري سفيفة فيكفيج سنتيمتر سنتيمتر ديال الفوق و سنتيمتر ديال التحت إذا كنت تدري خياطة مثلا إذا كانت عندك بيجاما أو تكفيفة فانتي هذا القياس اللي غادي تدري في تكفيفة هو اللي غادي تزيديه هنا عندنا دائما واحد سنتيمتر الخياطة وهنا زائد سنتيمتر جوش ثلاثة على حسب مهم أنا عندي طول عندي ستين نقول زائد جوش سنتيمتر لدي الخياطة جاتني هنا هنا جحل عندي عندي 14 سنتيمتر قدي نجيب هنا زائد واحد سنتيمتر جاتني هنا بتشكلها القاعدة اللي هادو كلهم تغيروا من شخص لشخص هنا قلنا جدنا 14 زائد واحد سنتيمتر القاعدة اللي ما كتغيرش من سيدة السيدة او من شخص لشخص هي من هنا الهنا الا عند الاطفال شنو كنذيروا هادي هي الجهة المغلقة جهة المغلقة في التوب كنجيو لهات الجهة اللي مفتوحة هنا هادي نقول ها هي الجهة مفتوحة غنجيو الجهة المفتوحة ربع تشكت من هنا لها 14 سنتيمتر وغاد نحط خط ونقوم بحلعة كيف ما هناك كنا ندرنا وخدنا عليه تركيز فيه جهة ولا هنا فيه مجانع حتى هنا غنهبط 14 سنتيمتر هادي قاعدة عامة تتكروا وابنة لا تتغير من شخص لشخص إلا عند الأطفال ممكن أن يبطوا بنصف المسافة ماذا سنقوم بعمل من هذه النقطة 14 سنتيمتر إذا ذكرتكم كيف أخذته طويل هنا أخذته طويل لم أخذته طويل لديه 25 سنتيم جئت هنا من هذه النقطة وضعت 25 سنتيم في هذا الخط سنقوم بعمل هذا الخط هنا سنقوم بعمل نقوم بعمل 25 سنتيمتر مثلا هذا المسافة سنقوم بعمل ممنوع لأنه سنقوم بعمل 14 سنتيمتر قاعدة عامة لا تبدل سنقوم بعمل هذا المسافة القادمة سنقوم بعمل 25 سنتيمتر دائم 25 سنتيمتر نقوم بعمل 25 سنتيمتر نقوم بعمل 25 سنتيمتر نسمية 25 سنتيمتر سنتيمتر في المدرسة أعلم ونقوم بحق دائرية وصافية وما تجيش مزيانة يجي فهدفه هذا المسافة للتركيز حطينا خط هنا نقسمها على النص النص قسمناها على جوج وطلعنا بسونتيمتر واحد ونصف والنصف الثاني قسمناها على اثنان وهبطنا بسونتيمتر واحد ونصف استسمح وحطينا نقطة هنا ونقسم هذه النقطة ونقسمها مع هذه بها تشكل مقوس ونقسم برد قويسة التحت نقسم التركيز بسهولة هنا نتذكروا واحد ونصف وهنا هبطنا بواحد ونصف طول عندنا هنا عندنا هذا القياس على جوج نقسم في نجانا الوسط نقسم هذا القياس هنا سبعتاش سبعتاش زائد واحد سنتيمتر ونقسم نقسم ونقسم 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 نقسم ونقسم 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 نقسم ونقسم 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 في القياس ونقسم ونقسم شكرا